وعلى فكرة يعني احنا بالنسبة لنا كمسيحيين مع انه اختاروا الوحي اختار الاناجيل او البشائر اللي بتتكلم عن حياة المسيح ولكن حقيقة في امور مزهلة مش كلها مكتوبة يعني مثلا يحنى اسحاء عشرين بقول وآيات اخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب واما هذه قد كتبت ليه لتؤمنوا ان يسوع المسيح هو ابن الله ولكي تكون لكم اذا امنتم حياة باسمه والبشير لوقة لما بيتكلم عن يسوع بيتكلم ابتدى يشرح للتلاميذ تلمزهي عمواس وبعدها ابتدى يشرح للتلاميذ في لوقة اربع وعشرين وبدأ من موسى يعني من الطورة ومن جميع الانبياء يشرح لهم الامور المختصة به في جميع الكتب يعني تتخيل لو كل هذه الامور كتبت بوحي من الروح القدس فعدة حقائق لازم نحن نتشبه بمثال يسوع الادبي الاخلاقي احنا مش بنتشبه بيسوع كيف كان شعره زي ما بقدموه في الافلام اليوم في هديك الايام ما بنتشبه بيسوع شو بيلبس ما بنتشبه بيسوع شو بيوكل يعني المسحين مش عم بيعلموا يقولوا لانه المسيح اكل خبز واكل سمك واكل عسل فالمسيحي لازم يوكل عسل ولازم يوكل سمك ولازم يوكل خبز لا ما في مسيحي في العالم بيعلم على هذا الامور يعني انه نتشبه سواء نتشبه او اسوى انه نتشبه بهذه الامور احنا فهمين انه العالم بتغير والتقاليد بتتغير والظروف بتتغير والزمن كله بيتغير الرسالة الادبي الاخلاقي مثل الوصايا العشر لا تتغير فهي سواء بالقديم بالحديث او الى مجيل المسيح هي الوصايا تعليم يسوع لا يتغير لكن في عدات يمكن تتغير كان الناس يمكن شعره اطول او كان في ممارسات معينة اليوم لا تستخدم اطلاقا اطلاقا فاذا احنا مش بنتشبه بالملبس وبالمأكل ووين مشي وبالخطوة الاولى باليمين باليسار شيء اذا صلينا بطل لا لا في امور روحية اعمق بكثير في الايمان المسيحي هذه الحقيقة الاولى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة